تعلن وزارة خارجية مملكة البحرين أن سفير المملكة غير المقيم لدى الجمهورية اليمنية سيستأنف أعماله دعما وترسيخا لشرعية الدستورية المتمثلة بفخامة الرئيس عبدرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية وحكومته المقيمة حاليا في مدينة عدن وذلك بعد تعليق أنشطة السفير بسبب الانقلاب الحوثي وما أحدثه من تداعيات وتطورات خطيرة وتؤكد وزارة الخارجية أن هذه الخطوة تأتي تعبيرا عن الموقف الخليجي الموحد من التطورات في اليمن وتنفيذا لما جاء في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الذي عقده المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ الرابع عشر من فبراير الفين وخمسة عشر وتطبيقا لقرار مجلس الأمن رقم 2201 والسعي المشترك لإحلال الأمن والاستقرار في اليمن من خلال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والالتزام بمخرجات الحوار الوطني والمسار السياسي المتفق عليه إقليميا ودوليا ترجمة نانسي قنقر